الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و أتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و الطالبات في مادة توحيد واحد أهلا و سهلا بكم اليوم معنا بإذن الله كما ترون على الشاشة من أدلة وجود الله تعالى من أدلة وجود الله تعالى ما أهداف درسنا لهذا اليوم أولا أن يتعرف الطالب على أدلة وجود الله سبحانه و تعالى و ثانيا أن يستدل الطالب على أن الإقرار بوجود الله أمر فطري و ثالثا أن يبين الطالب كيف دلت آيات الأنبياء على وجود الله سبحانه و تعالى و قبل أن ندخل في درسنا لهذا اليوم لا بد أن نتذكر ما أخذناه في درسنا الماضي ذكرنا لكم في درسنا الماضي أولا ما معنى توحيد الربوبية و هذا سؤال مهم جدا ينبغي علينا أن نجيب عن هذا السؤال و ذكرنا أيضا السؤال الآخر لماذا يستحيل أن يكون للعالم أكثر من إله لماذا يستحيل أن يكون للعالم أكثر من إله و ذكرنا لكم في درسنا الماضي أن توحيد الربوبية كما ترون على الشاشة لغة مأخوذة من الرب و قلنا أن الرب يطلق في اللغة على المالك و السيد و المدبر و المربي و ذكرنا أنه إذا أطلق على غيره لا بد أن يكون مضافا فلا نقول إلا مثلا إذا أردنا أن نقول رب البيت رب المنزل رب الأسرة فإننا نضيف كلمة الرب إلى كلمة أخرى لغير الله سبحانه وتعالى أما الله سبحانه وتعالى فنقول الرب فقط و نسكت فيراد به الله سبحانه وتعالى ثم ذكرنا أن معناه شرعا و إفراد الله بأفعاله و قلنا لا بد أن يكون هناك تصديق جازم و هذا هو الإيمان تصديق جازم بإفراد الله و بوجوده و أنه الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى ثم ذكرنا بعد ذلك و قلنا لكم أنه لا خالق و لا رازق إلا الله وحده و كذلك لا معطي و لا مانع إلا الله وحده و كذلك لا مدبر لأمر العالم غيره سبحانه وتعالى فما شاء كان و ما لم يشاء لم يكن لا تتحرك ذرة إلا بتقديره و لا يجري حادث إلا بمشيئته سبحانه وتعالى و ذكرنا أدلة على ذلك كما هي أمامكم على الشاشة ثم ذكرنا بعد ذلك هذا السؤال المهم لماذا يستحيل أن يكون للعالم أكثر من إله و ذكرنا لسببين و قلنا السبب الأول ذكرناه لكم أن يستقل كل إله بخلقه و سلطانه فإذا قلنا أن هناك إله آخر فينتج عن هذا أنه سيستقل كل إله بخلقه و سلطانه و هذا أمر ممتنع فإن ننظر في انتظام الكون و بينا ذلك لكم و هذا الانتظام يدل على أنه لا يوجد إلا خالق واحد و إله واحد لهذا الكون سبحانه وتعالى ثم ذكرنا لكم أيضا أنه لو افترضنا افتراضا عقليا آخر و قلنا أنه يوجد إله آخر مع الله النتيجة ستكون ممتنعة أيضا أنه سيعلو بعضهم على بعض و هذا أمر ممتنع لماذا؟ لأن علو بعضهم على بعض يكون بعد دمار يصيب الأرض و يصيب العالم كله و هذا أمر ممتنع كمان و نشاهده في هذا الكون ماذا سنتعلم في درسنا هذا اليوم؟ في أمرين مهمين الأول من أدلة وجود الله والثاني الإقرار بوجود الله أمر فطري والثالث آيات الأنبياء دلت على وجود الله سبحانه وتعالى من أدلة وجود الله هو العنصر الأول من درسنا و هو أساس هذا الدرس من أدلة وجود الله و ما بعده من عناصر ضمنا لهذا العنصر المهم من أدلة وجود الله أدلة وجود الله أخواني و أخواتي كثيرة جدا من هذه الأدلة سنذكر بعض هذه الأدلة أولا الإقرار بوجود الله تعالى أمر فطري فالفطرة هي الأمر الأول دليل على وجود الله سبحانه وتعالى الفطرة فهذه الفطرة أغلب الناس يقرون بذلك إلا من عاند و خالف فطرته فكل مخلوق يولد على الفطرة فالفطرة خلق الله الناس على فطرة سوية و هذه الفطرة تدلهم على الخالق سبحانه وتعالى فهي من أدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى ولهذا يقر بوجود الله تعالى من غير سبق تفكير أو تعليم تأتي عند الطفل الصغير والذي لا يفهم شيء ولا يعلم يعرف و يقر بوجود الله سبحانه وتعالى و ينظر بفطرته فلو قلت له أين الله مباشر يشخص بصره إلى السماء فطرة من عند الله فطر هذا الطفل من غير تعليم و من غير خبر سابق و هذا يدل على كمال الفطرة فما يحصل العبد من شدة إلى من شدة و تتوجه فطرته إلى اللجوء إلى الله هذا يدل على فطرته السليمة تحصل له شدة و ضيقة فإنه يلتج إلى الله سبحانه وتعالى يلتج إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان مشركا فإنه يلتج إلى الله سبحانه وتعالى وقت الشدة كما سيأتي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى فإنهم يلتجؤون إلى الله في حال شدتهم وهذه الفطرة هي التي دلتهم على وجود الله سبحانه وتعالى هذا نشاط أستدل عن الإقرار بوجود الله تعالى أنه أمر فطري تأملوا هذا الحديث العظيم هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه تأملوا معي كل مولود يولد على الفطرة ثم قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يمسلمانه لماذا؟ لأن الإسلام هي الفطرة السوية التي تقر بوجود الله وأنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من أدلة وجود الله أيضا إخواني وأخواتي ما نسمع ونشاهد من إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين يدل دلالة قاطعة على وجوده تبارك وتعالى ذكرنا أن من أدلة وجود الله الأول إيش؟ أحسنتم الفطرة ففطرة الإنسان تدل على وجود الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني ما نشاهده ونسمعه من ماذا؟ من إجابة المضطرين من أجاب دعاءهم؟ من كشف ضرهم سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى ويدل على وجود الله سبحانه وتعالى فإن بني آدم يشعرون بحاجتهم وفقرهم فإذا ألم بالإنسان الضر فزعى إلى خالقه واستغاث به فيجيبه ربه ويزيل كربه سبحانه وتعالى فهذه الدعاء من هؤلاء الخلق لله سبحانه وتعالى وإجابة هذه الدعوات ونحن نسمع قصص كثيرة عن إجابة الدعاء قصص مع الأنبياء وقصص مع الصالحين وكذلك قصص مع المذنبين والكفار هو الذي أجاب دعاءهم سبحانه وتعالى وهذا يدل على وجود الله جل جلاله انظروا إلى هذا النشاط في صفحة 47 أذكر مثالين تتجلى فيهما إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه من كشف ضر أو قضاء حاجة والقرآن مليء بهذه الأمثلة التي تبين هذا الأمر أذكر لكم مثال واحد وأنتم اجتهدوا في ذكر بقية الأمثلة في هذا الأمر هذا المثال كما ترون انظروا إلى هذه الآية العظيمة عن حال المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه الآية تبين ماذا؟ تبين أن هؤلاء المشركون دعوا الله ما النتيجة؟ نجاهم الله ما الدليل؟ في تمام الآية فلما نجاهم يعني استجاب الله دعاءهم فلو لم يكن موجودا لما استجاب دعاءهم سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن الله يسمع إذا كان الإنسان مخلصا لدعائه وإحتاج إلى الله جل وعلا فإنه يجيب الدعاء فإنه يجيب الدعاء سبحانه وتعالى ويكشف الضر ويقضي الحاجة والمثال الآخر اجتهدوا أنتم في حله إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات كذلك من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى هو رقم ثلاثة آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات هذه الآيات إخواني وأخواتي جعلها الله على أيدي أنبيائه عليهم الصلاة والسلام دلالة واضحة وبرهان قاطع على وجود الله سبحانه وتعالى كيف ذلك؟ سنعرف بعد قليل فهذه الآيات والمعجزات يشاهدها الناس ويسمعونها ويسمعونها وهذا برهان قاطع كما ذكرت لكم على وجود مرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى طيب لماذا؟ هي دلالة واضحة من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى ترون على الشاشة هذا الكلام المهم انظروا فيه وركزوا فيه أخواني وأخواتي هذا هو الكلام لماذا؟ نسأل سؤال مهم ونقول لماذا آيات والمعجزات من الأنبياء دليل على أن الله موجود هذا السؤال مهم الجواب لأنها أمور خارج عن مقدور البشر فيجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرة لهم فهي خارج عن مقدور البشر فيدل على أن هناك خالق وإله سبحانه وتعالى جعل هذه المعجزات على يد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام مثال ذلك تأملوا معي هذا المثال أن قريشا طلبت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرادت من نبيه السلام آية فأشارت إلى القمر فأنزل الله وجعل الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة وهو انشقاق القمر فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس فذكر الله هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فالنبي السلام لا يستطيع أن يشق القمر إنما هي معجزة جعلها الله على يديه عليه الصلاة والسلام وليست هذه المعجزة الوحيدة لم يسلم إنما هناك معجزات كثيرة أعظم هذه المعجزات هي إيش؟ تأملوا معي أعظم معجزة هي القرآن العظيم أبقى الله للناس إلى قيام الساعة هذا القرآن الذي هو أعظم الآيات التي أنزلها الله على أنبيائه فهو حجة على وجود من أنزله تبارك وتعالى فالقرآن وجود القرآن دليل قاطع وبيّن على وجود الله سبحانه وتعالى تحدى قريش وهم أهل البلاغة والفصاحة على أن يأتوا بسورة ما استطاعوا تحداهم على أن يأتوا بعشر سور ما استطاعوا تحداهم على أن يأتوا بآية ما استطاعوا ولو اجتمعوا على أن يأتوا الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن ما يستطيعون وهذا يدل على أن هذا خاص بالله فإن الله هو الذي أنزل هذا القرآن على رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يدل ويبين على وجود الله سبحانه وتعالى هذا نشاط في صفحة 48 أذكر ثلاثة أمثلة لآيات ومعجزات أجراها الله على أيدي رسوله عليه السلام ذكرنا بعض هذه الآيات ما رأيكم نعدد سويا أعظمها يا سلام أعظمها القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة أعظم المعجزات التي أرست الأنبياء وهو أنزل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من المعجزات الأنبياء معجزة موسى عليه السلام العصى التي انقلبت إلى ثعبان السحر لما اجتمعوا مع موسى عليه السلام فكل رمى وأرسلوا هذه الثعابين سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجعوا بسحر عظيم فأمر الله موسى أن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين فأخذوا أكل هؤلاء الثعابين الصغار فعرف العالمون بالسحر أن هذا ليس من مقدور البشر إنما هو من عند الله فألقي السحرة ساجدين أقروا بهذا الأمر فإن هذه المعجزة لا تكون بيد إنسان إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى أيضا من المعجزات للأنبياء إحيا عيسى للموتى إحيا عيسى للموتى ما يستطيع أحد يحيي الموتى البشر لا يحيون أنفسهم ولا يحيون غيرهم إنما هي معجزة من الله لعيسى عليه السلام بأن يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه معجزة من المعجزات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى والمعجزات بيد الأنبياء كثيرة جدا وأعظم الأنبياء التي وقعت له المعجزات هو نبينا عليه الصلاة والسلام من أدلة وجود الله إخواني وأخواتي أيضا وهو الرابع دليل عقلي الدليل العقلي هو دليل للعقل الصالح والسليم يدل على وجود الله سبحانه وتعالى إن دلات العقل على وجود الله تعالى ظاهرة فإن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق أوجدها العقل يقول أن هذه المخلوقات التي خلقت لا بد من موجد لها من خالق خلق هذه المخلوقات طيب فلا يمكن أن تخلق نفسها هل ممكن أن هذه المخلوقات تخلق نفسها؟ لا يمكن هذا الأمر وأيضا لأن المخلوق لا يكون خالقا لا يستطيع المخلوق أن يخلق نفسه ولا يمكن أن يكون خالق فالشيء لا يخلق نفسه كما أنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ هو كان معدوم كيف يكون خالق؟ وهذا يعني لا بد أن يكون هناك خالق خلقه وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في الآية كما ستأتينا بعد قليل كما لا يمكن أن يوجدها العدم يعني هذه المخلوقات هل جاءت كده صدفة؟ جاء بها العدم؟ لا يمكن هذا الأمر إنما لا بد أن تكون من عند خالق سبحانه وتعالى وبيّن هذا الكلام باختصار وبيان وبرهان واضح وجلي في آية من آيات الله سبحانه وتعالى في سورة الطور فقال الله سبحانه وتعالى أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ تأملوا هذه الآية التي تبين ما ذكرناها قبل قليل فمعنى الآية انظروا معنى الآية أَخَلَقُوا أَوْ أَخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ أَخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ هذا السؤال الجواب بلا شك أنه ممتنع عقلاً لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم أن خلقوا من غير خالق أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وهذا ممتنع كما ذكرنا الثاني أَمْ هُمْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ وهذا ممتنع كذلك فعلم أن لهم خالقاً واحداً وهو من؟ وهو الله تعالى وحده جل جلاله وهو تعالى وحده جل جلاله نتحقق من فهمنا لهذا الدرس إخواني وأخواتي من خلال ما أخذنا السؤال الأول أدلة وجود الله سبحانه وتعالى فطرية فقط عقلية فقط فطرية وعقلية وغيرها ما رأيكم؟ نبدأ بالجواب بلا شك أنها فطرية عقلية فطرية عقلية وغيرها من الأدلة كذلك فلا نقول أنها فطرية فقط ولا نقول أنها عقلية فقط إنما هي فطرية وعقلية وغيرها من الأدلة سؤال الثاني من أنكر وجود الله تعالى إنما بسبب فطرته التي لا تدله على الخالق هذا الكلام صحيح العبارة هذه صحيحة أم خاطئة ما رأيكم؟ تأملوا جيدا الشاشة وانظروا نعم بلا شك أن العبارة خاطئة ففطرته تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى السؤال الأخير بين كيف دلت الآيات أي آيات الأنبياء ومعجزاتهم على وجود الله تعالى ذكرناها لكم قبل قليل الجواب لأنها أمور خارجة لأنها أمور خارجة عن مقدور عن مقدور من؟ عن مقدور البشر عن مقدور البشر بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من هذا الدرس نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد وصلى الله على نبينا محمد ونراكم بإذن الله في درسنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته